اشتركوا في القناة العمل بجدية وبمثابرة اختارت العمل الإذاعي سنوات تتويلة تسمع صوتها على موجات الإذاع الوطنية اختارت الخدمة في الشأن الثقافي اسمها اقترن بالفعاليات الثقافية بالمهرجانات بالمسلسلات بالمسرح والسينما بالفن وأخبار الفنانين واتميزة في تقديم الثقافة خاضت تجربات تقديم التلفزي ثم غابت رجعت للمزدح والعمل الإذاعي وجربت زادة تجربة التمثيل وتميزت في أكثر من مناسبة وقفتت أنها فنانة في مجالها ومجالات أخرى فرحا عنا برشا باستقبالها وظايفة اليوم الأعلامية كريمة الوثلاتين هاركزين أهلا وسهلا بك نهاركزين صباح حمدو الله توحشتك برشا كوثر عندي مدة ما تقبلتش أكثر تلفونات واتصالات دونك تحية لك تحية لكل مشاهدي تلفزة تيفي ونهاركزين هذا اسمها للموسى منهارنا زين إن شاء الله نهار توينس الكل ديما يكون محليه في البدايات هكا نبدأه مع لذي ميسيون هذو ما ليعطيونا دفع وبرشا موجات إيجابية ميخسي كوثر وميخسي على قبولك أنت دعوة مزينة نهاركزين صلا ديما مزينة ومتقلقة وتقعد ديما صغيرة علاقة قلبك المزينة والحلوة كرومة الحمد لله على سنينتك خليني نقول هيلك دونك مؤخرا نعشت تجربة الكورونا عشت 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 وعشنا ما بعضنا تليفونيت وتسأل عليها ديما ميخسي كوثر التجربة في كلمتين نتنجموني غلبوها بالمعنويات المرتفعة ديما نكلم في الأصحاب والأحبيب خطر عشتها التجربة دونكتو النجم كنتكلم نتكلم من تجربة المعنويات مرتفعة أنا أول مجاني تليفون وقالوا لي تحليل إيجابي بالوقت نفسدق علي معدها تلمو الحكاية نفسية بعد نهار لوليني نهار الثاني الأبخيمي دي في النهار الثاني تقويت وبالحق المعنويات عندها أهمية كبيرة برشا ربي نجي الناس الكل نستحفظوا على رواحنا قد ما تستحفظوا شوية متعرفش علي كيفاش تكون الأسباب لكن الحمد لله أنه واحد ما عنديش أمراض مزمنة والفترة دي كمانيعتي ضعيفة خطر جيتني برودة في ديسمبر دونك كملت معايا حتى الجنفي والحمد لله انتصرنا على الكورونا انتصرنا أقبل كنت تتخمم أنه ممكن جيك كورونا ولكن ما برشا نيس تقول لي مفميش كورونا لا لا أنا ديما حتى كنت أتعامل مع الناس ساعة بش يجي سلم ولا حد نقول له ليه تقول لي كريمة راني لباس مثلا نقول له أنا أنا جكون مريضة وانتي ما في بالكش دونك إنا نتعامل إنا حاملة للفيروس ولي أمامي حاملة للفيروس كيكا حميت روحي بارشا لي نجيت لحكاية متاع ممكن منيعتي ضعفة كل وقت فترة كيفاش تغلبت عليها في كلمة بالمعنوية المرتفعة بالتزانات تزانات عشو شو في المينو شو بكين في التزانات لتزان بمختلف أنواع نحط على بعضه في الحشيش والدويات متاعي استعملتهم معناتها نهار كامل وين حريصة على تناول الأدوية اللي أعطاهم لي طبيبة الشغل اللي تتبع الإذاعة التونسية وبالمناسبة نحيوها ونحيو الزميلة ألف الشارجي زادة وبرشة زملاكي مساعدة زغبي وغيرهم اللي وهالا حمد اللي وقفوا ووقفة كبيرة وخاصة ألف الشارجي لأنها كانت معندكش فكرة لكلام متاحها قداش كان مؤثر وقداش كان يرفع في المعنويات هي اللي هي بنا مرضى الكوفيد لكل في المؤسسة نقول لك ربي معاك زادة وإن شاء الله ما نكثروش عليك ينقص المرض إن شاء الله ينقص الضغط عليها كريمة بالحق لتشم وإنا ديما نشمها لما حالة حتى وياق ما تشير أو ما عادش نشم وقتها نقصت أنا حاسة الشم شوية التذوق مثلا الملح والقارس قاعدت نتذوقهم من الآخر لحظة ما تفهمها وما الميك لماست تحسها لكن قاعدت معي تخوى جوغ أنا لحكاية حتى الأعراض خفيفة فما إسهل أنا ألم أسفل الظهر فضيعة بتاريقة ما غيركش فكرة اللي جاي علي في ظهري شوية لكتاف لجريجم شوية زادة ميلا بس حسب اللي سمعته أنا من الأعراض اللي جات البرشانيس أنا تسمى خفيفة لطيفة كي ما خفت روحي جاتني عبد الله شفت كيف يجي مشكل في روحي حتى الماء المرضى على قد قلبك على قد قلبك لمزين كي نخلوا نهارك زين وإنتي حاضرة معنا في برنامج صباحي اليوم يرجعك لسنوات تقديمك البرنامج وقيت حلو نستلجيا التلفزة دي جاء آخر برنامج قدمته على الإذاع الوطني في الفنتايان وقتها آخر برنامج في التلفزي معناتها وقتها هي الإطلالة التلفزية وقيت حلو أنت تبدأ معا مصباح نحنا في العشية مع حوصة للأهم الأحداث الفنية ثقافية كنت وقتها اللي مشيون ناجحة بالجداء بالجداء تداول على تقديمها مجموعة من المذيعات وقتها مباشرة مباشرة يعني كل يوم فما مذيعات كل يوم فما ملشطة كل دجوغ تواجور حسب المشرف الأول على الإعداد كان حاتم بن عمارة خدمنا بالجداء تحية الحاتم بن عمارة الحب وبرش وقتها حاسي حمادي عرفها هو مدير القناة فما حركة دخلة القناة 21 في الأكسس برايم تايم كان تقليد جديد وقتها أنك أنت في العشية تعمل يومي بشكل يوم مباشر منفلته حتى تظاهره فنية ثقافية وقتها بذلك كنتي موجودة سينرم حاتم نذكر وقتها يذكروا بالخير قلت و جيتنا كوثر ماذا نقول لي كريمة مش تحير في كوثر أنت انت لق بالحق وقتها يعطيك الثقة في روحك ونخدمه بأرياحية كبيرة برشة كلمة أرياحية ذول برشة ميحبواش أما كنا نخدمه مرتاحين على الأخر يخليك ديما تواكب ديما تواكب بخطر مهم أنه المذيع ولا الصحفي يواكب يواكب ويكون حاضر في المسرحيات في الأفلام في النقاشات هذيك اللي يخلقلوا أتراكم ويكون وقتها حتى لو كان مفامة آخر دقيقة ساعات في خدمتنا رو تجيك آخر حاجة آخر دقيقة يلزمك لنفيتين ما تحيرش فيه إذا ما عندك شكل وريقة هذيك يلزمك تسلكها كأوثر لو غابت الورقة هذيك عندي سؤال تقليدي قل بداياتك بدايتي بدايتي 95 كنت عنه وقتها إذاعة شباب أنا وقتها قبل إذاعة شباب أنا لو ما كنتش في إذاعة شباب رانيتا ومذيعا في إذاعة المستير خطر أنا مستمعة جيدة إذاعة المستير وبنت الوردنين وبنت الوردنين دونك مستير فيه نغمال دونك تحية للوردنين تحية للوردنين تحاشت برشا وردنين تونجي على قريب إن شاء الله دونك عملت وقت اللي دخلت نعمل في الكونكور في إذاعة شباب أنا محملة معبية بالاستماع المستير هذيك الكل عاوني نذكر وقتها صغيرة ياسر صغيرة ياسر غلقت لعشرين سنين وإنا في إذاعة شباب وقتها دونك الفنتون بتاعي غلقتهم أنا في إذاعة شباب وبدأت من وقتها في إذاعة شباب جيت وقتها الفنتاية موجودة دي جا قبلنا بعام وحمد علي صاحبيني وقت هاجر بالشيخ تقدم في إميسيون عملت شوية روبرتاجات وبدأت التجربة أنا الميدان بالنسبة لي أنا اللي مخدمش ميدان راهوني قصته حاجة في العمل اللي متاعه دونك ولتوا أنا نحب الميدان والتوا موجودة في الميدان من غير ميدان متنجمش تصنع الزخم والتراكمات اللي تكون عندك خطر تحضر على حكاية تسمعها في الندوات في الملتقيات هذيك الكل مهم جدا دونك مبعد بشوية بشوية عملنا اليوم السابع وقتها أنا وعلي إبراهيم خدمنا برنامج اسمه أول مرة أنا وحانت بغلى بخدمنا شاه التقدير خدمنا ربيع الشباب خدمنا برشة حلقات وبرشة برامج في إذاعة شباب ومشيت بتجربة للفنطيان وقتها عطابي لحدود برنامج يهتم بالعمل الجمعياتي ومبعد جيت في الوسط الأوائل والمتحدي اللي هي تجربة وقتها مهمة برشة ويريد ترجع تول التلفزة الوطنية لأنه نحتاج برامج تهتم بالشباب وباليافعين وبالأطفال مهم جدا برنامج بيئي وقتها بالاشتراك مع وزارة البيئة كانت فما لجنة علمية تشوف على الإعداد وعلى الأسألة هو ملول مواجهة أساسا للشباب متاع الإعداديات من بعد اتفاجأنا مفاجأة مزيانة برشة العائلة والات تتفرج فما تنوع البيولوجي الموجود النباتي الحيواني في تونس يعني حكايات ياسر مزيانة أنا واحدة من الناس كانت تعودوه في تاول تفرج فيه أي أي ربو أنا حبيته يتعود في الفنطيان قالوا للكستات ما قوهمش وتلك طامة أخرى في الأرشيفة متاعنا لا علينا نمر دونك مشيت لينوصلت لوقيته له قدمنا برشة زادة سهريات في الوطنية في احتفالات في رسعان في حكايات كنت موجودة كنت عندي تجربة زادة في الوطنية في تونس سبعة قبل متولي الوطنية الأولى اسمها عشوية صيف أنا مع الزرعي قدمنا ومبعد عملت ضحك و لعب بالتوازي أنا وإيمان جلاسي لتاو مخلصتش فيها ضحك و لعبا ديك لا علينا مش مشكل هذي مش إنتاج الوطنية بلا إنتاج الوطنية الوطنية بلك فش مخلصتش في الوطنية بعد مقاوش التراس قالوا لي خاطر وقتها 2006 هنتا ونستنى في هتاو جيت في شجمان تعدى بي دي جي وقتها مصطفى خميري خرج و جيت بعده بي دي جي اخر دونك تاهت الفاتورات في الواحد لا علينا مش مشكل دونك هم بعد جيت الثورة نحنا كونا نخدمه احنا صار الفصل ما بين لذاعة و تلفزة وكمنا نخدمه كي جيت الثورة زو ملاقي في التلفزة اللي نحييهم بطبيعة تاو كل شي فات وقته قلونا دي جي رجمات راديو ارجع وين كنت دونك رجعنا وين كنا قاعدنا نخدمه راديو وبعد مدة هديت النفوس وكل فما مسافة موقت كنتوش نرجع دميل كانز ومبعد انا اعتذرت بتوادر نحن لحضوري في التلفزة عليش ؟ هتذر ه Lewis نسألك كيف تقول لك حضوري في البرامج ويني ؟ ويني ؟ دونك دي جا من الشخص المنشطة موجودين مع انت في الاذاعة لماذا في التلفزة انا بنسبالي هيت تعوم البيتاع وينن للوطنيين كيف كيف عندي عليش مهم مش بارشة دي جا قلو اعبتونا وكعبو نحبهم لاندي وجودك وين ومعاهم انا دون الكنس لقيت دعوة ومن بعد اعتذرت ومن بعد كان عنا بخوجي بشي نخدمه عليك سبب الاعتذار ممكن اللي كنتيسيون دو تخافي وقتا ممسونا معنا تحبينا على حاجات ممسونا انا ننسرني التفاصيل لكن اللي نذكره توا انا ونادي بن شعبين كونا بش نقدموا اميسيون ووقتا وبدينا جات الكورونا ووقفة الحكاية توا حاليا انا وقلتها توا ثلاثة ولا اربع مرات في لقاءات اعلامية اخرى خطر نحب بزادة نحصل روحي باللي قلته ما يقودش فكرة في مخي بش نمشي محملة بمجموعة من المشاريع للتلفزة الوطنية لاني انا بنت الاذاعة التونسية والقانون يسمح لي حسب الموجود توا اذا بش نعمل تلفزة نعمل كنف الوطنية الاولى دونك هاني بش ندق الابواب بش ندق البيب وان شعلا نسمع جواب هو جواب يكون موجود في كل حالات ايه يا ليه انو فعل ليه هاني قاعدة في الاذاعة ميقلقينش كانت عندك تاج التجربة في قنوات اخرى انتي توا تجربة وقتها اجهزت باسباب ادارية اللي هي سيناف عملنا على التاسعة انتاج كاكتوس وممكن امور ادارية لا تعدى لا تعدى عملنا اثناش الحلقة لكن كنتش نعمل وقتها دي تشمو وانبعد ما تمتش العملية دونك البرنامج وقف وهذاك دليل زادة سيناف زادة انا خليلي فرصة بش نعرف انا امكانياتي توا وانه نجم نعمل في البرادو في التقديم واندي امكانيات ونعرف روحي انا حدودي فين راني نجم نقدم دي بخوجي وينشح واذا ما وفقوش الاذاعة متاعي انا نعتز باذاعتي ونعتز بمؤسستي ونعتز بالاذاعة الوطنية اذاعة شباب ثم الاذاعة الوطنية وتوا احنا ولينا اذاعة مرئية كاوثر دونك معناتها عندي مجالات الابداع اكثر ومتاحة كنت بش نسالك دجا كريمة الاذاعة كما نعرف الاذاعة بالمفهوم التقليدي متاع الاذاعة وانتي تبدأ قدام الميكروف في راحة من عقلك سوى في اي نوع من البرامج توا الاذاعة وطنجزة تونسية وليت مرئية تشوف انها فقدت الشارة ممتاحة ولا حاجة بلوس كيما برش يشوفوا انه يقولك الاذاعة الوطنية فقدت الشارة ممتاحة لا الاذاعة لكل مش كان الوطنية لكل مرئي توا مش على الوطنية فقط لكن الوطنية دخلت للمجال قريب قريب اي لا احنا اول اذاعة مرئية بالمقاييس لاخل كله ستريمينجراء احنا اول اذاعة مرئية في تونس كيما كنا احنا اول اذاعة لكن فهمت سؤال متاعك اني الاذاعة تقعد انت فك اللي يقعد يتخيل المستمع كيفاني كريمة ولا كيفاني اماني يا اخوي ما عاش تتخيل هانا موجودين قدامك ما عاش تحلموا بنا سابعوا حس نفس الكيين قاعدة تعمل في برنامج تلفز لا والدنيا تطور اذا طوى التطور يفرض علي انا انو انا نوالي مرئي مش نمشي في المرئي اذا انا طوى الديجيتال يجب ندخله يجب ندخل سيئ فمجال جديد طوى معاش يقبل لك لحكايات الطويل اعطيه حاجة يشوفها كابسول صغيرة دو تروا مينوت ويمشي جستما اش نعتيك اصلا كريمة في تخونت سيجوند في العمل الاذاعي متسعيني تلتوى شنو اللي تبدل اللي تبدل التكنولوجيا عاونتني برشا كنت نضرب سبعة سوية في المونتاج بش نعمل كات مينوت طوى ليه ليه جستما طوى في ساعة في ساعة التجربة توافق اللي يقول انه العمل الصحفي في المجال الثقافي ما عادش يجيبني سب مشاهدة كبيرة؟ ما عادش اما يلزموا نلقاوا الحل بش يوالي يجيبني سب مشاهدة وبش يجيب المستشهر زيدا انا دي ما اقول المعادلة هي ان يتقدم لي محتوى دا سم بأسلوب غير ممل قدم لي حاجة مفيدة غير لي في أسلوب التقديم فقط انتي شارك عربيا كاعلامية حاجة قادة تخدم لها؟ لا هي ملول جت بالصدفة وجارت العادل قادر نشوفوك مهرجانات تتبرك الله تمشي مصر تمشي مبني بالعلاقات دي كم ملول انا انا مرة اول مشي مشيتها المصر كانت على حسابي بش نحضر في مهرجان القهرة للاذاعة والتلفزيون في نفس الطيارة وقت كان دي ما كلامتك مانا نوقعك دي ما البرق عبد البيق الهرميسي كان معانا في نفس الطيارة اي قال لي كلمة قال لي وقتها انا ما يعرفنيش كريمة وسلاتي اسمع علينا ماشية وقتها على حسابي قال لي برافون حييك على المبادرة هذي وراه التشبيك اهم حاجة يزمك تكون في ناتوركينج معناتها اذا مكش في هكا وقتها الكلمة قعدت في موخي رجعت حلت على الكتاب وفهمتها اكثر واستعملت بالنصيحة متاعه هذيك يزمك تكون في متنة نجمش واحدة ككاكا نشيت وعرفت بروحي وكله بعد حاجة تجيب حاجة وفهمة حضور الان مميز لي انا في اكبر المهرجانات سواء العربية وحتى البرزيزة في اوروبا اختيارك انك تكون صحفية في شأن الثقافي الفني الفني اكثر نحب كلمة الفني هو اختيار منك وقال لك دوب ما دخلت قالوا لك برا امشي للثقافة بقيت روحك هو كنت نجم عندي اثنية اخرى رو انا بنت معد الصحافة عادة خارجي معد الصحافة وشنلقى روح في قسم الاخبار او صحفية في البرامج الاخبارية مان صورتش صغير في قسم الاخبار والله كنقرأ الاخبار نجم رين نلعب الدور ايه ايه نعم شو اذمات ايه فكتيف ما حكيت دور ايه ونحنا جيد للمساهمتك في التنفيذ خليني نكمل في ساعة في ساعة في كنا احنا ساعة كنت نجم نكون صحفية تحبه والا ياخي انا دخلت صغيرة للي ذاعة دونك نلقى روح مازلت منش مؤهلة بشكون في قسم اخبار بما انو معديش لإيجازة بغيرة برشة ايه دونك مشيت للبرامج كمشيت للبرامج والفن والجو ولقي تروحي في الحاجة اللي نحبه بعد مما ترزت مامشيتش لقسم الاخبار واصلت دونك قاتت عجبتك الحكاية عجبتني الحكاية وماحليها تهبل وبش نكمل فيها وما نحبش السياسة ما نحبش لحديث بوليتيك وجوجم ذوك الكل ما نحبهنش شاركت في عدة مشاركات في التنسيق بسيطة بسيطة بما أنه شاركت معنا في شوف لي حال زي هاكا ولا ليه دكتورة صديقة دكتورة صديقة لي في الراديو بالتليفون ما استهويكش تمثيل مستهويني تمثيل أنا داير عملت عامين عن سيطا وفيق جبالي في تياتر ستوديو وقتها ميل مصرح بحكم أنه ساعاتي يخذ بارشة ووقتها كلي شهرين ثلاثة ذوكا وأنا من أركحش دونك عملت العامين متاع تدريب متاع شفت شنية الحكاية باشنبعد هاتا في مشاركات بسيطة راهم كانت عندي حكاية ما أنا جاهزة راوفتال زا ما قولش لها شفتك الحكاية شوالي مرحب بيك دونك بشيزلك اخر سؤال صارت بوليميك دغني هما اكتشف بعض الناس خاطر معندهم مش عالم كبير معنش على حياتك الشخصية كانوا قاعدين يشوفوا حسيم الساحلي معنى تعالى علاقة بمرأة أخرى الناس تفاجئت لأنه العباد الكل تعرف أنه الآخر تفتيتها زوجك ما في بلهمش لهو التعليق دونك فما ناس دخلت في الموضوع وبطريقة مش حلوة باش الإنبوكس بتاع نهارتها مش نورمال ختمية سمعها سافيلة من زمان الحكاية وعادي جداً دونك عندكم برشا ملي طلقتم للي عننا برشا 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 ما في بلهمش خاطر مش بالضرورة يبدأ في بلهم ووحيتنا عادية ومتفهمين على الخر وهوني أنا نستغرب من غرابة من الناس عليش تستغرب يخي لازم فما صورة نمطية متاع مطلقين يزم عارك ومعروك ونها توريش وضربونيا وفقوق المرأة والعرف والفازيت أحنا متفهمين متفهمين وطلقنا وأحنا متفهمين وصحاب على الأخرى معادلة السعبة متفهمين وطلقنا متفهمين ومطلقنا على خاطر 70% من دونسة عايشين طلاق صامت أنا ما نحبش نعايش الحالة هذه طلاق صامت اللي هما يبدو عايشين فردارة دارة ما خوفي السلمو مش طلقين مي جسدين مطلقين أي 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 دونك أنا علاش ماذية حكاية معانتها دونك وحتى في علم الاجتماع موجودة الحكاية وعلم النفس واللي تحب انتي الطلاق الصامت أنا ما نعملوش دونك أما صحاب صحاب على الأخر أنا وحسيم معانتها ابو بنتي والعائلات على علاقة متواصلة الحاجة الوحيدة أنه ما فم مش الورقة كهو اللي اختلف الحياة عادية معانتها اتصالات متواصلة مع العائلة من الجهتين معانتها فمت مرضت بالكورونا كلموني لكل علاقة أمي بح ماتي السابقة بح مويا نكلموش محليكم عادي فم ديمة في الوسط إن شاء الله 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 وفي وقتكم ديمة ربي فضلها قدش عمرها ديمة تاو 7 سنين ونصو قريب 8 سنين ديكا تال عدا يام ويا في اله ضرب أمها ضرب أبوها منه ومنه ضرب أعليم ضرب تلزيل ايه ميخذم الكل وميقولت هذول يزادها علمية شوية تحب العلوم هكا ونهار كاملتاوا في الفضاء وتشوف الجمرة وزحل والريخ وكل شيخة جمعة دي الكل دون ان شاء الله ربي وفقها اهم حاجة ببنتنا وكها وقوس ونسكره وتستمر الحياة هو ربي هنيه وانتي ان شاء الله تلقى كيف كيف شكونا يهنيك مش بضرورة نلقى انا منني اروح يسابه بيه يبسيليش عزيزتي خليك كتلك انا نعم حاجة لتساعدني ولتخليني مرتبا يوم فمجيك تجربة كيمة مجي كيمة حتى كيمة مجيش اينا نقرر فما اكتفاء ذاتي اينا نقرر حمد بيهنسور عزيزتي ربي معاك يا روحي تحييات كبيرة الصديقة والزميل حسيم السيحلي في الختام كريمة وسيدة شنو تقول الختام نقول لك معلكم جاو ياسر سبيسيال هوني في تلفزة تيفي وين اللي ابتسامة بتعليك كاميرامين سأخذتكم سيد المخرج الحيو سابر زيدة ربي عينك يوميا معتها سيبا فاسيل مش سهلة بارفو كاوثر اينا معا اللي ينجح يخو مكانو عليش اينا قبيلك كنت نقل لك وقت لانتي على تحكي وعلى وقاية تحلو ما انت ايكيبة كاملة ترتيحو اينا يوميا ربي معاك ربي معاك وانا سينا ممشوت وتحية زيدة للناس الكل اللي يتابعوا فينا واللي يتفرجوا وتلفزة تيفي برافون وحبوا زيدة نشوفوها أكثر على ديجيتال ناشتة اكثر من توا خطر موجودة توا واخذت مكانتها وربي وفقكم كالصر ايش كاروما مخسي عزيزتي كدراني اجمل وشرف ان كنت موجودة معنا في نهاركزين كيف كيف مزلنا معاكم شوية بركة الاندرساج مع شيف امين اللي قاعد يستنى فينا ان شاء الله ما يكونش برد يا شيف فاصل ثم نواصل